بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم نكل من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذبال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن 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 الموتى ونكتب ما قددا وآثارا وكل شيء أحصيناه فيما من مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعززنا مثال فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم مما إليهم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسترفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يلدني الرحمن بظل الله تغل عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما ظفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خاهدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لتينا محطرون وآية لهم الأرض الميتة أحليناها وأخرجنا منها حبا فمنه يهكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدي أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ونالليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثه ما يركضون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رغمتا منا ومتاعا للاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مارزين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا فنطعموا ولو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا العد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محطرون فاليوم لا تغذم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ضلال على الأرارك متكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من ركب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني هذا ما ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مهين وأن يعبدوني هذا صراق مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا لفنبتكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد مرجلهم بما كانوا يبسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراق فأنا يبصرون ولو نشاء لما سقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآنه مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أمعا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركون ومنها يفكلون ولهم فيها منافع وبشار أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحسنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يغذلون أولم يعل الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بطادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره لا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون